قلنا كذا مرة بلاش الحفاظات اللي بجيب حساسية دي مدان امال ايه الحل يا دكتور عليك وعلى حفاظة دراي ماكس من جولدن جيت جولدن جيت الاسم الاشهر في عالم المستلزمات الطبية وده لانها دايما حريصة على تقديم افضل المنتجات والخدمات اللي عملائها بتوفر لك حفاظة كبار سين دراي ماكس خامات تركية وصناعة مصرية درجة اولى لانها بتتميز بقوة امتصاص عالية محكمة باثنين قستك داخلي واثنين خارجي وشرايط لزء قوية يعني معاها الراحة والامان وكمان ما بتسببش اي حساسية او احمرار على الجلد لانها بتحقق جفاف عالي علشان درجة الساب فيها 14 امريكي الصنع وطبعا منسناش سعرها المناسب لاننا بنطبق مبدأ وين وين يعني اكسب وكسب وكمان بنقدم لكم مستلزمات الاطفال عالية الجودة من مادة البوليبروبلين البلاستيك الطبي واللي بتتميز بوجود العلامة التجارية شيكو انتاج مصري اصيل من ببرونات سكتات شفات مخاط شفات ثادية واكتر من 300 صنف تاني من المستلزمات الطبية وبنوصل لك المنتج لحد عندك في جميع محافظات مصر مستني ايه كلمنا واستفيد بافضل العروض وفرقنا في خدمتك في اي وقت بولدنج اي اعطاء لا ينتهي موسيقى 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 مسائل خير مشاهدين الاعزاء اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامينا وبرناميتكم اني جي اليوم حلقتنا النهاردة هتكون مختلفة عن كل حلقتنا اللي فاتت موضعنا النهاردة معظمنا ممكن يكون مري بيه او لسه هيمري بيه لانه حاجة اساسية في حياتنا بس قبل ما اقول اي حاجة احب اراحب بزاملاتي اهلا يا اسراء اهلا بك يا اوني اهلا بك يا اوني اهلا بك يا اوني معظمنا من بعد ما بيتخرج من الكلية مش بيلاقي شغل وهنا بتبدأ المشكلة اللي هو احنا ذكرنا واكتهدنا بس ما فيش شغل فيه مننا اللي بيتغلب على المشكلة دي وبيشتغل كويس وفيه مننا اللي بيقف عند النقطة دي ويقول انا خلاص هستسلم لحد كده لما بيدخل في الدايرة دي بتبقى صعب جدا عليه ومش عارف يعمل ايه ولا بيعرف يتحرك في اي حاجة خالص بعد ما عدنا كتير ندور عن تعريف العمل الحر وازاي نوصفه عدنا ان نتكلم لقينا ان اعظم تعريف هنجيبه من اصحاب الاعمال النجحة في العمل الحر العمل الحر من منظور العلماء هم عرفوه قالوا ان العمل الحر هو العمل اللي بيكفل لصاحبه حرية القرار بس بشرط انه يتحمل العواكب دي سواء العواكب دي سلبية او ايجابية وعرفوه برضو بان عمل اختياري بيقع المسئوليات بتاعته كله على صاحبه سواء حلوة او وحشة ودلوقتي العمل الحر له جوانب كتيرة وفي الاستراع هتبدأ تولينا الجانب الاقتصادي منه عام عامل في عامل اساسي لازم يحفز الشباب والبنات على العمل في اي مجال العمل الاقتصادي هو اهم عامل اللي بيحفز الشباب والبنات على العمل في اي مجال اي ان كان لازم يشتغل ويكون معه فلوس عشان يتكون اسرة ويفتح بيت ويتجوز ولكن الشباب بعد ما بيتخرجوا بيواجهوا مشكلة كبيرة جدا في حياتهم وهي ذكرنا وتعبنا واشتغلنا ودي النهاية مش لقين شكل منهم اللي بيقعد يفكر في مشروع صغير ويفتحوا ومنهم اللي بيفكر بيقولوا ان الشغلان دي احسن من الاعداء في البيت او احسن من غيرها او دي حاجة حلال احسن من حاجة تانية حروق ولكن في ناس تانية بتفكر في مشروع صغير رأى سواء هو الوحده او صحابه وده لازم يكون بدعم من الاهل سواء كانت دعم مبدي او معنوي فده هيفرق معه كتير وفي نوع تاني خالص بقى اسراء وده اللي بيستسلم من الظروف وبيسمع كلام الناس وبيمشوا وراه ويتقصر بيه وبكده بيقى خسر كل حاجة وخسر نفسه ولا هو قدر يشتغل بجمعته او بمؤهله ولا هو قدر يعمل نفسه وعمل مستقله وكاين بالزوت كده فيه كمان نوع ثالث من الشباب وده بقى النوع السلبي اللي بيستسلم لكلام الناس خالص ويقول ايه انا ليه هتعب نفسي وليه هدور على الشغل طب ما انا ممكن ابقى يعني متعبش نفسي واشتغل في اي حاجة تانية زي مثلا انه يتجه للمخدرات فدي يعني ده هينهي في الاخر خالص ان انت يتاج المخدرات يا اي حاجة مش حلالي وده طبعا حاجة مش كويسة خالص اكيد فيه برضو جانب من الجوانب دي اسمه الجانب الاجتماعي الجانب الاجتماعي فيه ناس كتير بتضيق الشباب وبتنمروا عليهم ويقولولهم انتو ازاي خرجين كلية تجارة او علوم وبتشتغلوا في كافتريا او مطام وبيبدعوا يسألوا برضو اسئلة ضيقهم زي انتو ازاي بتشتغلوا كم ساعة بتاخدوا فلوس قد ايه مرتاحين في الشغل ده ولا لا وبيقولولهم كلام يرجحهم الف خطوة الورا ده كمان يا اسراء غير موضوع الجواز ان كتير من الشباب لما يتقدموا الحد ما بيوفقوش بيه هو الشاب بعدين يتخرج بيكون مقاهل عالي ولكن الفرصة ما كانتش متاحة ان يشتغل في مجاله فبيبدأ يدور على شغلانة تانية يشتغل فيها يبدأ بعدها عايز يتجاوز فيتقدم لحد من البنات اه دي فتقولك لا ازاي انا هتجاوز ازاي واحد شغال ميكانيكي او طباك او اي شغلانة تانية غير اللي هي عايزاها ده لا هيقدر يعملي حاجة من اللي انا عايزاها ولا هيقدر يحقق لي حاجة وطبعا معظم البنات في مجتمعنا بيبصوا البعض لا هيقدر يجيب لي شقة زي بنت عمتي ولا شبكة زي بنت خلطي ولا فرح زي بنت الجرين فالشباب منهم اللي بتعقد نفسين وبيتجاوز في خلص وبيقدر خلاص بيقبل بحياته كده مش هيتجاوز لانه عنده عقدة نفسية ولكن مش كل النماذج ده مش بينطبق على كل الناس فيه نماذج تانية ايجابية في الموضوع ده فيه واحد سواق واحدة خارجة كلية حقوق وهي شغالة ميكا باردست في نفس الوقت فاتعرفت عليه وهو شغال سواق في الحي اللي هي عايشة فيه اتجوزه خلفه اتنين ولاد دلوقتي عايشين مرتاحين جدا وكويسين جدا وموسوطين عايشين في سعادة وهدوء يبقى ايزا ان النهاردة مش موضوعنا النهاردة ان مش مرتبط بالتعليم او مش مرتبط بالحالة الاجتماعية مش لازم تكون كل حاجة لازم يكون في المستوى الاجتماعي لا مش شرط استعادة تكون مرتبطة بالمستوى الاجتماعي ولا بمستوى التعليم استعادة تيجي بالتوافق ان احنا نتوافق مع بعض او الرده ان احنا نكون راضيين عن بعض راضيين عن الحالات تعيد بعض تمام بس ده كان الجانب الاجابي بقى اسراء في بقى جانب سلبي او مثال سلبي ان واحدة كانت دكتورة وتجاوز الدكتور معينه دكتوره متعلم هو بس كان عندها اربع بنات وكانت حمل المره الخامسة فقال لها لو بطنك ده بنت انا هتلقك وهتردك بره فطبعا يعني طلع بطنها بنت عادي جدا فطردها بره هي وبناتها وتشردت دلوقتي هل ان هو دكتوره متعلم وشغله كويس هل افادها في شيء لا طبعا فدلوقتي من هنا نقدر نقول ان الجاهل ليش بالعلم ولا بالعمل الجاهل ده في العقول فاحنا بقى واجب الاهل ان يتوجه بناتها وتعلمهم كويس وتعرفهم من الناس دي ان كان شغال في عمل حر بقى سواء او غيره فده احسن من دكتور عادي المسئولية ان هو قدر يستع نفسه بنفسه وان احنا نقدم لكل احترامه بتقدير كمان فيه بتهيل نوع من الشباب كده مش بيهتم خالص لكلام الناس مهما قالوا زي مثلا بيقولوا انت مش هتنجح انت انت وفي الاخر يقول ايه لا انا مش هتقصر بكلامهم ده والمشروع اللي هم بيقولوا عليه صغير بكرة هيكبر وهيقولوا ازاي وصل لكل الحاجات دي في الوقت القصير ده فيه ناس تانية بقى بتتأثر بكلمة واحدة بس من الناس السلبية دي وحياتهم بتقف على الحتة دي طبعا فيه مميزات كتير للعمل الحر او الميزة هنبدأ بيها انك مش مرتبط بعدد ساعات عمل معينة يعني تقدر بنفسك تحدد ساعات العمل اللي انت هتشتغل فيها وتشتغلها امتى وفي الوقت اللي انت هتحبه وهتحددها كمان ام يعني مثلا انا لو هشتغل اربع ساعات انا لو كائن بصحى بدري هشتغلهم بعد الفجر هشتغلهم الصبح او المصحى برحتي جدا ولو كائن برضو ليلي هقدر اشتغلهم بالليل وقت محاب انك تكون مستقل وما تكونش تحت رحمة اي حد وما تكونش عشان تحقق اهدافك انت وطموحاتك انت مش تروح تحقق اهداف غيرك وطموحات غيرك وتكبره هو هتاخد مرتب في اخر الشهر ويقولك مع السلامة وقت ما مجهودك يخلص وجهدك وتعبك وكل حاجة هيقولك هيستبدلوك زي فار التجارب بالزبط موجود في المسيادة اول ما بيتعب بيستبدلوا فار غيره وكمان وميزة العمل الحرية حاجة اسمها الحرية الكاملة انت مش هتقدر تتحرري ولا تحس بحريتك غير لما تقدم استقلتك لمديرك في الشغل وتكوني مديرية نفسك هتشتغلي في عملك انت هتكوني حريصة عليه اكتر هتقدري تطلعي كل الطاقل الجواكي علشان تقدري تشتغلي وتحققي انجاز كبير في شغلك ده هتحصلي الحرية الكاملة من خلال انك هتقدر تحددي ساعات عملك محدش هيحدد هالك هتقدر تحددي يوم الاجازة بتاعك محدش برضو هيحددلك يوم اجازتك هتقدر لي تقدر توفي revisit the fortune انت عايزاها وده مش معناه ان انت كده مش هتتبقى حريصة على العمل بتاعك هتقضي الفلوس زي ما انت عايزها لا طبعا مش ده اللي قصده خالص اللي قصده تقدر ان انت هتقدر تخضي المرتب لي عايشك كويس اللي هي خليك في الحد المتوسط لا ده ولا ده هتتكوني حريصة على العمل بتاعك وبكده هتكوني حرة نفسك محدش هيقيادك مش هتكوني هتشتغلي تحت رحمة حد او مش هتشتغلي تحت ايد حد والبس كده هلقى فيه كمان ميزة تانية وهي الربح الغير محدود يعني انت او شغال في عمل حكومي فانت بتشتغل عدد ساعات معينة براتي بسابق طبعا مش بيزيد غير كل سنة بنسبة قولها جدا لان هو عمل حكومي العمل الحر العمل الحر بيكون حسب مجهودك فانت كل ما تزود الجاد وكل ما الدخل يزيد وبكده بتقدر تدخل دخله اكبر كمان في ميزة جميلة جدا وهي العمل في مجال شغفك ان انت تشتغل في الحاجة اللي انت بتحبها ما انت عمرك ما هتحط فلوسك وجهدك وشغلك وكل الحاجات دي في حاجة انت مش بتحبها فيه معلومة او جملة احنا بنقولها دايما اللي هي حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب ودي حاجة جميلة جدا ان انت تشتغل وتدي جهدك للحاجة اللي انت بتحبها اصلا انت لو بتشتغل حاجة مش بتحبها عمرك ما هتدي الجهد المطلوب للحاجة المعينة دي فيه كمان ميزة للعمل الحر وهي زيادة العملة ويعني توسيع شريحة العملة بتاعتك وزيادة القبلية بينك وبين الناس وكده اللي هي بيبقى متاح عندك في العمل الحر إن أنت تزود عدد العملة اللي أنت بتتعامل معهم ده غير العمل الحكومي يعني مثلا في العمل الحكومي ليك شريحة معينة بس اللي بتتعاملي معها يعني عدد معين بس اللي تقدري تتعاملي مع كبار سن مثلا شباب بس لكن في العمل الحر لو أنت مثلا أشغالي أدوية فأنت هشتغلي مع الناس كلها مش شريحة معينة واحدة كمان هتكوني علاقات بالضبط هتكوني علاقات تانية لما بتعاملي مع كذا شريحة في المجتمع هتقدري تكوني علاقات مع الناس التانية هتفيدك كمان في مجال تاني حتى لو أنت ما كملتش في المجال ده هتقدر تفيدك تاني لك تشتغلي في مجال تاني بس ده بقى بيتوقف أن أنت بتخلي المنتج بتاعك كويس جودته كويسة يعني تسويقك للمنتج يبقى كويس وجودته تبقى كويسة أو حاجة السوق للمنتج بتاعك ده لو المنتج بتاعك جودته مش كويسة مفيش طلب عليه مفيش طلب عليه لازم جدا نركز في الحتة النقطة اللي أمنية قالتها في الظبط كده لازم تركز على إن الجودة بتاعت المنتج لازم تكون عالية جدا ما تكونش أقل من أي منتجات تانية في السوق علشان تقدر تحديد الربح اللي أنت عايزه بالظبط وزي ما فيه مميزات أكيد فيه عيوب هنقول أول عيف في العمل الحر إن الدخل مرتبط بمقدار عملك إنت يعني ده بيندرك تحت تأثيرك في العمل يعني إنت لو إنت أسرت هيقل المبلغك من المال أو هيقل اللي أنت هتاخده والربح اللي أنت هتاخده وبرضه لو إنت زيت ده برضه هيزيد معاك يعني كل ما تزيد في العمل هتحصل على فلوس أكتر وعلى قد ما تشتغل على قد ما هتاخد بالظبط زي ما إسراء قالت إن فعلا إن عيوب العمل الحر إنه هو بيكون مرتبط بمقدار العمل إنزاي لو إنت اشتغلت الوقت ده هتحصل على المنتج اللي إنت اشتغلت فيه مش هتحصل على زيادة لو أقل ففي إنت فعلا هتاخد كمية أقل جدا من المنتج على قد ما هتدي على قد ما هتاخد هتدي شغلة أكتر هتاخد فلوس أكتر وهتنتج أكتر في ناس بقية تانية تتعمل كمير لنفسها وبيتطيب الوظيفة في العمل الحكومي مش هنالك إن الوظيفة بتقدم لك تعودات كتير لو حصل أي حاجة في الشركة بتاخد تعودات ولو توصل لسنة التلاتين بتتقاعد وبتاخد أحيانا يعني بالدوك معاشات بس بقى العمل الحر ده بيختلف عنده حسب الدخل كل ما دخلك كل ما حسب الجهد كل ما الجهد يزيد الدخل يزيد وبالتالي هتقدر إن انت بتصنع فلوس أكتر ودخل أكتر لي يعني هتبقى عمل كده نفسك أحسن ما تشغل في شغلة حكومي عند حد تاني والراتف بيادوبك أيوة بالضبط في بقى سؤال دلوقتي أكيد جي في بالنا كلنا وفي بالي المشاهدين كمان إن العمل الحر ده صعب ولا لأ أكيد العمل الحر صعب بس محتاج عزيمة وإرادة عشان تقدر تنجح فيه وعشان برضو توصل للكمة الحاجة اللي انت عايزها إنك تقدر تشتغل تقدر تنجح في مجالك فأنت لازم تتعب عشان تلاقي في الآخر وتحسن من نفسك وتحسن من الفلوس اللي انت بتاخدها وبرضو بتحسن في أي حاجة انت عايزها في مجالك واحدة من أكبر المشاكل اللي بتواجه الشباب هي فكرة الاستقرار المادي كل الشباب بيفكروا إزاي يكون عندهم استقرار المادي استقرار المادي إن انت تكون عندك وظيفة معينة حاجة معينة ودي حاجة من اللي تربينا عليها من وإحنا صغيرين فإن نحطين في فكرنا إن احنا أول ما نكبر هنتعين في وظيفة معينة دكتور مؤسسة كبيرة شركة حاجة من الحاجة دي ولكن بعد ما بنكبر الموضوع بيختلف تماما ما زي ما كنا فاكرين فنبدأ ندور على شغلة نقول لا فعلا الموضوع ما كانش زي ما كنا متخيلين خالص الموضوع تلعى أصعب من كده بيطير لازم محتاج عزيمة وإرادة محتاج إن أنا أفكر في شغلينة محتاج إن أنا أفتح مشروع محتاج إن أنا مش هتطلع كده تلقي الدنيا متيسرة زي ما كنا فاكرين وإحنا صغيرين كلنا صغيرين من قول آه أنا خلاص بقى هتخرج وكده خلاص هتعين دكتور آه حاجة سهلة وخلاص اللي هو إيه خلاص كده أنا وصلت للي أنا عايزة يكبر بقى يلاقي الموضوع مختلف تماما إيه ده؟ طبعا يا إسراء ومن هنا بقى ظهر مستلح الاستقرار المادي في ناس بقى عندهم استقرار المادي وناس ما عندهمش استقرار المادي وتعريب الاستقرار المادي بالنسبة لنا هو راتب عندنا أول كل شهر بيكفي حتياجاتك بقى الشهرية ما يكفيش مش مشكلتنا المهم إن هو ثابت آه ومن هنا بقى جي الفرق من العمل الحر والعمل الوظيفي بدأت تطلع موضة الأيام دي إن العمل الحر ده هو الاستقرار المادي هو ده بس خلاص أنا تعينت أنا بقيت في حاجة معينة آه يعني خلاص أنا كده ملكت الدنيا بقى باللي فيها أنا خلاص اشتغلت بقى معايا فلوس أتجوز بيها عايزين يشتغلوا بس في العمل الحر إن أنت تشتغل في شركة أو مؤسسة خلاص وبردو الجيلي القديم رافض الفكرة دي ورافض هو عايز في دماغه إن العمل الحر ده مرتب كل أول شهر تاخده عشان تفتح بيت وعشان تتجوز وعشان تصرف على أولادك وعشان تشوف بقية حياتك كماني أسراء جنة دلوقتي حاطت في دماغه إن استقرار المادي مش هيجي غير بالوظيفة الحكومية لا طبعا مش كل الناس إحنا عندنا هنا في مصر ناس كتير نجحة جدا 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 من خلال العمل الحر مش لازم يكون فيه وظيفة حكومية هو أه صح بيضمن لك آخر كل شهر إن أنت يكون معاكي مرتب ولكن ده طبعا مش استقرار المادي أكيد هيجي في أيام من الأيام هيكون معاكي عجز في الفلوس مش هيديكي نفس المرتب طبعا أو لو أنت جتي يوم تعبتي أو أي حاجة مش هتلاقي خلاص هتلاقي إن هم كمان قللوا من المرتب تاك فده مش معنا استقرار المادي خالص عكس العمل الحر ده مرتب بتاك ده خلاص بالزبط يعني العمل الحر ده حاجة كويسة بالنسبة لنا وفي نفس الوقت برضو يعني مش كل حاجة صح يعني مش كل حاجة هي استقرار المادي لا ده استقرار المادي ولا ده استقرار المادي كل حاجة لها مميزات وعيوب بعض مفيش استقرار المادي أنا شايفة أن يفيش أي مفروض ما يتقاش فيه خناع أصلا في الاستقرار المادي لأن يفيش استقرار المادي ولا الموظف عنده استقرار المادي ولا رجل العمل عنده استقرار المادي الاستقرار المادي ده ممكن أنت لتوجد نفسك أنت اللي تعمل نفسك الاستقرار المادي لا الوظيفة الحكومة ولا العمل الحر الاستقرار المادي ده كلنا بتشتغل أبطر بتدخل داخل نفسك أكبر اوه الاستقرار المادي ده انت اللي بتحدده لنفسك محدش تاني بيحدده لك كده يبقى الاستقرار المادي ده ولا في العمل الحر ولا في العمل الوظيفي الاستقرار المادي ده ان انت بتشتغل بتعمل كل اللي عليك بتبزل كل جهدك في كل حاجة تدخل اي شغلانة يبقى عندك فيها الثقة تعمل كل حاجة تقدر عليها عشان تكبر من المؤسسة دي فانا مش شايفة ان يبقى فيه اي خلافة على الحاجة دي المهم ان انت تواظب على شغلك ما تأسطرش فيه وفي الاول وفي الاخر الرزق من عند ربنا واكيد فينا مزج كتير مشرفة في مصر زي المسال هنقول مثال دلوقتي ببنت اسمها هيام هي في السعيد البنت دي خارجة كلية الهندسة هيام ما وقفتش على الوظيفة ولا استنت الوظيفة الجيلة هيام قامت بنفسها وفتحت مطعم وبقت هي كمان الشيف بتاعه وقدرته وهي المدير بتاعه وملكة فيه كل شيء يعني هي قالت انها فخورة جدا بنفسها واللي هي بتعمله ده بغض النظر عن كلام الناس وكلام المجتمع اللي دايما بيكون موجود في اي مكان وبالذات انها في السعيد هي فتحت دلوقتي مطعم كبدة واسجوقة على مستوى السعيد كله فدي حاجة جدا مشرفة للمصر والبنات كلها هيام كانت من النوع اللي بيقول انتو غلط مش هحط نفسي في الدايرة دي انتو غلط في حاجة اسمها المخطرة في حاجة اسمها فرص ما كانتش موجودة قبل كده انا هقدر استغلها ليه انا اقعد اكون شنغالة تحت ايد حد ليه كل الشخص داي حدد لي كل حاجة ساعات يومي ايو كمان هي خارجة هندسة يعني مقلتش انا خارجة هندسة ازاي اشتغل في مطعم مباشيف اه اه مبسطتش الكلام الناس خالص مقلتش كمان انا ليه اقعد اشتغل تحت ايد حد ليه حد يديني مرتبي ليه حد يستغليني ليه حد يستغلي طاقتي ومجهودي فانا هخلي طاقتي ومجهودي ده ليه انا مش لحد تاني فاكيد يا جماعة في الاخر اللي بيطعب بيلاقي يعني مش موضوع بالظفت كده على قدم هتفضي على قدم هتاخد اه فعلا طيب دلوقتي حلقتنا خلاص بتخلص وقبل ما انهي حلقتنا حاب بقول حاجة بتمنى ان كل الشباب والبنات اللي شافوني دلوقتي بيمروا بنفس التجربة انهم يكملوا شغلهم يتحبوا المشاكل وكلام الناس والصعوبات هتوصل هتحقق نجاح نظيم هتحقق اللي انت عايزه هتثبت نفسك هيخضوك كدوة ليهم زي انه بيقولوا في البداية بيتريقوا عليك بيقولوا ازاي هتوصل مش هتوصل لأ انت اتحداهم هتوصل لو حطيت في دماغك هتوصل 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 اللي انت عايزه هتحقق نجاحك هتعمل اللي انت عايزه ما تبصش لكلام الناس خلص خلي كلام الناس ده اخر حاجة وعايز اقول حاجة مهمة تانية ان انت كمان لازم تدعم نفسك وتشجعها تشجع نفسك وتدعمها بنفسك مش هتلاقي حد يدعمك مش ما تستلناش حد يقولك اه كمل لأ دعم نفسك بنفسك لان ده هيساعدكو كتير في انكم توصلوا هياخدوكو كدوة ليكم كدوة ليهم بعد ما كانوا بيتريقوا عليكم هيقولوا اه صح هتضايقوا منك لانك بيت حاجة وانك تدعمل حاجة هتضايقوا منك هم كانوا بيقولوا لأ مش هيقدر يوصل لحاجة ولا هيعمل حاجة وانت هتثبت لهم عكس ده اه واتمنى التوفيق الجميع هتحقق نجاح عظيم هتوصل وهتحقق نجاح اللي انت عايزه اتمنى التوفيق الجميع